السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع رح نتناول مجموعة من المواضيع الهامة والمنوعة اللي رح تعطينا فكرة عن وضعنا الاقتصادي بالأسابيع القادمة أصدقائي أول أمر حنتكلم به هو موضوع الغلاء بألمانيا ومقارنة ألمانيا بالاتحاد الأوروبي كما تعرفون بألمانيا هناك نظام حكم ديمقراطي يعني ننتخب أحزاب معينة تمثل آراءنا وتوجهاتنا كسكان البلاد الأحزاب تنقل هذه التوجهات بداخل البرلمان الألماني والأحزاب بنفس الوقت تعكس ما يفكر به غالبية السكان الذين لهم حق الانتخاب كأفكار اجتماعية أو علاقات مع الجيران أو تقارب وتباعد مع دول معينة حزب اليسار الذي له جمهو صاخط جدا ومنزعج من الواقع السياسي الحالي بألمانيا الحزب طلب من المكتب الفدرالي للأحصاء إعطاء بيانات بخصوص سرعة الزيادة بالأسعار بألمانيا لأن الحزب كان يتوقع أنه ألمانيا يعني تسير بسرعة قصوى بموضوع الغلاء ليس بنفس السرعة التي هي عليه الحال ببقية دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تحديدا بموضوع أسعار المحروقات والنتيجة كان من جواب مكتب الفدرالي للأحصاء أن سعر لتر الديزل بألمانيا ازداد بمقدار كبير جدا بعد حرب أوكرانيا وهذه الزيادة هي الأكبر بين كل دول الاتحاد الأوروبي فقط بالفترة ما بين 21 فبراية أو شهر الثنين يعني قد تقريبا ثلاثة أيام قبل حرب أوكرانيا حتى الخامس والعشرين من شهر نيسان أبريل الفترة التي استقرت بها صدمة أسعار الوقود بعد حرب أوكرانيا كان مقدار الزيادة بألمانيا بالمعدل العام 38 سنت طبعا فرنسا زادت بها الأسعار بالنسبة للديزل بمقدار 17 سنت إيطاليا زادت بها فقط خمس سنتات البنزين نوع سوبر فونفون نونسيش أو يعني البنزين المحسن بألمانيا كانت الزيادة هي 23 سنت منذ بداية الحرب حتى فترة 25 نيسان أبريل وتأتي ثاني دولة بالغلاء بأسعار البنزين بأوروبا نتكلم عن سرعة الغلاء ونسبة الغلاء النمسا 22 سنت دولة المجر الأوروبية أو هنغاريا انخفض الآن بها سعر البنزين عما كان عليه الحال قبل الحرب بمقدار 6 سنت إيطاليا بالنسبة للبنزين الزيادة كانت فقط 8 سنت إذن ألمانيا هي أكثر بلد أوروبي به سرعة غلاء كبيرة جدا تحديدا بأسعار الوقود بكل الدول الأوروبية وهذا الشيء مؤسف لأنه كل شيء نشتريه يصرف أو يعني يستهلك وقود مثلا المواد الغذائية تزرع بمكاء تعمل بالوقود وتوصل للمحلات بشاحنات تعمل بالديزل وبالتالي تكلفة النقل وغلاء الأسعار ليس فقط ندفعها بمحطات تعبية الوقود بل حتى عند شراء الخضار والفواكه والسلع الاستهلاكية الأخرى أصدقائي الموضوع الآخر هناك تحذير من ارتفاع أسعار الألبان والخبز والمخبوزات بألمانيا بيون بورغ اللي هو المدير العام لجمعية صناعة الألبان يقول أن الآن هناك شحة بالمواد الأولية سواء المواد التي تحتاجها الماشية التي يعني تنتج الحليب والألبان يعني مثل المواد الأعلى في الحيوانة والآخره أو المواد الصناعية التي تستخدم بصناعات الألبان مثل المكائن أو الأجهزة الكهربائية الأخرى وهذا ما سنتكلم عنه بهذا الفيديو بخصوص ما يحصل بشانكهاي بالصين أصدقائي بسبب هذه المشاكل الآن أصبحت تكلفة إنتاج الحليب والألبان أعلى من أي وقت مضى فبالوقت الحال الذي نسمع به يعني الخبر هناك مفاوضات جارية بين مصنعين الألبان والتجار الذين يبيع لهم المصنعين وسلاسل السوبر ماركت لأجل زيادة أسعار الألبان بمقدار 20% إضافية بالأسابيع المقبلة للأسف هذا الأمر واقعي لأن يعني المزارع التي تبيع الحليب بشكل مباشر بالقالونات الآن قامت بزيادة الأسعار يعني بالأسبوعين الماضيين بالنسبة للمخبوزات مثل الخبز والمعجنات والكعك تحديدا الخبوز أصدقائي لأكثر استهلاك يعني بألمانيا المدير المركزي لرابطة الخبازين الألمان قال لصحيفة بلد أن تكاليف الطاقة وغلاء الدهون والزيوت ستسبب زيادة قادمة بأسعار المخبوزات سيتفاجأ بها سكان ألمانيا لم يتم تحديد مقدار زيادة مئويا مثل منتجات الألبان ولكن الأمر المؤكد أنها قادمة كون يعني مصنعين الألبان يعني يتفاوضون على 20% لذلك كان هناك نسبة مئوية الموضوع الآخر أصدقائي موضوع هام جدا جدا غلاء بالبضائع الصينية بكل دول العالم ومن ضمن الدول التي يحصل بها غلاء بالبضائع الصينية هي ألمانيا فما الذي تفعله الصين بنا كي يعني نصل إلى هذا الحد الحكومة الصينية تتخذ سياسة غريبة جدا لا يستطيع أن يفهمها أحد وكأنها سياسة من غير كوكب فالصين البلد الذي لا يستطيع العالم أن يعيش بدونه وبدون بضائع الصين وحتى الشركات العالمية الأجنبية لا تستطيع الصمود بدون الصين ما يحصل الآن هو أكبر ميناء للحاويات بالعالم ميناء شانكهاي مزدود منذ شهر آذان مارس حتى الآن المعامل بالصين كثير منها متوقفة والمعامل التي لا تزال شغالة يجب على العمال أن يبقون بداخلها تحديدا بشانكهاي وينامون جنب المكان التي تصنع البضاعة والمشكلة الأخرى هي بعض الصناع البضاعة تتكدس ولا يوجد من ينقلها لأن سأقي الشاحنات يتهربون من الدخول لشانكهاي اللي هي الشريان العالم التجاري فالذي يحصل الآن أصدقائي المعامل نفذت منها المواد الأولية والمواد الأولية موجودة بميناء شانكهاي ولا أحد يستطيع أن ينقلها سأقي الشاحنات أصدقائي بالصين قبل شهر آذار أو بين آذار والوقت الحالي يعني تضاعفت أسعار النقل عندهم أربعة أضعاف وهذه الأسباب هي بالإضافة إلى عراقل بسلاسل التوريد أو عرقلة بسلاسل التوريد هذه الأمور ستنعكس علينا كون المصنع سيمرر الزيادة بالسعر إلى التاجر والتاجر سيمرر الزيادة بالسعر إلينا كمستهلكين يقول الخبراء أن نتائج العرقلة بالشحن سنراها خصوصا بالصيف القادم بالأجهزة الكهربائية والألكترونية وسيكون الأمر طبيعي جدا أن نذهب لمحل مثل ميديا ماكت أو زاتون أو موقع ميزون ونبحث عن ثلاجة أو غسالة معينة مثلا من سامسونج أو غيرها ونجدها غير متوفرة بسبب عرقلة الشحن الكثير من المكائن الكثير من المعامل بالعالم ستفقد قطع غيار بسبب عرقلة الشحن لا أحد يعرف لماذا الصين تتصرف بسياسة لا تشبه بها كل دول العالم وهل فعلا الحكومة الصينية لا تعرف كيف تتعامل مع أوميكرون أم للأمور تفسيرات أخرى الموضوع الآخر أصدقائي هو أشهر أسماء الأطفال بألمانيا بهذا العام وفقا للتقييمات التي نشرها الإعلام الألمانية وقدمتها جمعية اللغة الألمانية فإن الأسماء الأكثر انتشارا وشهرة بعام 2021 هي أول اسم نوة يعني نوح للأولاد وإيميليا للبنات طبعا إيميليا بكل كيندا قادن يعني موجود وبكل شعبة هناك اثنين أو ثلاثة من هذا الاسم الاسم الثاني هو ماتيو للأولاد وهانا للبنات والاسم الثالث هو ليون للأولاد وصوفية أو صوفي للبنات رابعا ثن للأولاد وإيمي للبنات خامسا باول للأولاد مية للبنات سادسا ميلا للبنات ولوكا للأولاد سابعا إلياس للأولاد ولو نشيل الإل يبقى يعني ياسوى ذكرنا هذا بياس خضر المطرب العراقي الكبير ولينا للبنات طبعا يذكرنا بعدنان ولينا ثامنا إيميل للأولاد وإيلا للبنات تاسعا فليكس للأولاد كلارا للبنات عاشرة لويس وليا الغريب بالأمر أصدقاء أنه لا يوجد يعني بهذه السلسلة من الأسماء يعني بعض من أسماء الثقافات المختلفة بألمانيا مثلا أسامي أجنبية هذا هو يعني ما لاحظت أنا من ما تم نشر بالإعلام الألماني أصدقاء الموضوع الأخير ستحتفل روسيا يوم غدا بيوم النصر العظيم وهو ذكرى انتصار الحلفاء على ألمانيا النازية بكل عام يكون هناك احتفال عسكري أو يعني احتفال وعرض عسكري بسيط ولكن هذا العام الأمور مختلفة جدا جدا فحرب أوكرانية جعلت الدول القوية تستعرض عضلاتها بأي مناسبة تجدها ممكنة يوم أمس تم مشاهدة طائرة يوم القيامة وهذه تسمية يطلقها العالم على هذه الطائرة الموجودة منها فقط بأمريكا وبروسيا وهذه الطائرة تم مشاهدتها يوم أمس بسماء العاصمة موسكو وبجانبها طائرتين من طراز ميك 29 وهذا يعني أن فلاديمير بوتين يحظر مفاجأة يوم غدا وهي قد تكون استعراض بهذه الطائرة فلماذا يعتبر الأمر غير مريح وإلى ماذا تشير هذه الحركة كي نفهم الأمر فإن طائرة يوم القيامة التي تسمى بكل دول العالم هي موجودة بأمريكا وبروسيا وهي طائرات في حال اندلاع حرب نووية تحمل الرؤساء إلى السماء وبها مركز قيادة متصل بالأقمار الصناعية تمكن الرؤساء من إدارة الحروب من الطائرات كون الأرض ستكون مكان للموت ولي الإشعاعات النووية روسيا لا يوجد بها الكثير من المعلومات أو لم توفر للعالم كثير من المعلومات بخصوص هذه الطائرات ولكن لديها أربع طائرات موزعة بأماكن مختلفة ويقال أن هذه الطائرات ليست بها نوافذ وبها حماية عالية جدا من الموجات الكهرومغناطيسية وحماية من الإشعاعات النووية دلالة تحليق هذه الطائرة بسماء موسكو أم أمس وقد يتم استخدامها بالاستعراض العسكري يوم غدا هي إشارة من فلاديميا بوتين بما معناه أننا مستعدين للحرب النووية وهذا الأمر مزعد جدا خصوصا أننا بالشهرين الأخيرين أصدقائي سمعنا كلمة نووي وقنابل نووية وقوات الردع النووي بشكل كبير ربما أكثر مما سمعناه بالعشر السنين الأخيرة فإلى متى سوف يستمر هذا الهبل العالمي الذي يدفع ثمنة جميع تهديدات وأزمات ووباء وغلق للموانئ الكبرى وأزمة حبوب وأزمة غذاء لا أحد يعلم ذلك ولكن نتمنى أن ينتهي كل شيء بأقرب وقت ممكن هذا الموضوع يكون وصلنا للنهاية تحياتي لكم مع السلامة